اشتركوا في القناة عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الروكن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وبدأ الحفل بتلاوة آيات من ذكر الحكيم بعدها ألقيت كلمة بهذه المناسبة ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة والأنواط التقديرية على المستحقين من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وبهذه المناسبة نقل صاحب المعالي المشير الروكن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال كلمته التي ألقاها تحيات وشكر وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط المستحقين للأوسمة والأنواط التقديرية مؤكدا أنه منذ تأسيس هذا الصرح الشامخ الذي وضع لبناته الأولى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وقوة دفاع البحرين تضع نصب أعينها الاهتمام والارتقاء بالعنصر البشري من خلال تقديم كافة الدعم والمساندة والتقدير له بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق مبدأ الثواب والجزاء لرجالها الأوفياء وتكريم متسبيها بالأوسمة والأنواط التقديرية سنويا تقديرا لهم على جهودهم المخلصة والمتميزة وعلى ما يبذلونه من عمل دؤوب ومثمر في خدمة مملكتنا الغالية كما أثنى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود الطيبة التي يبدلها رجال قوة دفاع البحرين وما يقدمونه من تفان في البذل والعطاء من أجل إعلاء راية الوطن وصون مكتسباته ومقدراته متمنيا معالي لهذه القوة الوطنية الشامخة الاستمرار في التقدم والازدهار لتبقى بإذن الله الحصن المنيع لهذا الوطن الغالي ترجمة نانسي قنقر